نروح ونبتدي أخبارنا والبداية الحقيقة وامتدادا يمكن لعلاقات طيبة بتجمع بين النادي الأهلي ونادي الرجاء النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن خطيب كان حريص على تهنئة نادي الرجاء المغربي بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ 72 ومع طبعا تقديم قطيب التمانيات ليه بدوام التقدم والإزدهار ويمكن على الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تكتب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن خطيب يتقدم بخالص التهاني لنادي الرجاء المغربي الشقيق بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ 72 ومتمنين له دوام التقدم والإزدهار والحقيقة يمكن زي ما قلت لحضراتكم علاقات طيبة مش بس بالرجاء الحقيقة بكتير من أندية أفريقيا وخصوصا من أندية العربية يعني أندية الشمال الأفريقي وبعض الأندية يمكن حتى شوفنا ده بشكل كبير جدا في أثناء التعاقد مع موسيماني شوفنا قد إيه بتجمعوا علاقات طيبة مع ساندونز محل ترحيب دايما وتقدير من معظم الأندية اللي بيسافر لها وبيقابلها أرضية وشعبية وجمهيرية ونجوم تاريخية محفورة في أزهان جمهير أفريقيا كلها وأعتقد ده جزء من الأهداف السامية والأهداف النبيلة اللي بتحققها الرياضة المبنية دايما على الترابط وعلى أسس الروح الرياضي الرجاء يمكن نادي مش قديم قوي يعني وتأسس سنة 49 يوم 20 مارس زي النهاردة كده بالزبط من قبل بعض النقابيين المغربة في حي درب السلطان ومن بداية تأسيس لغاية النهاردة كان بيشارك بشكل مستمر في البطولة المغربية وبطولة الدوري المغربي والملعب طبعا مركب محمد الخامس أو ملعب محمد الخامس الشهير جدا واحد من أصعب الملعب اللي ممكن تلعب عليها في أفريقيا وخصوصا في ظل حضور الجماهير يعني جماهير الرجاء وجماهير الوداد الحقيقة لا يقلوا قوة ولا تأثير على أداء فرقتهم والمسندة والتشجيع عن جماهير الأهلي والزمالك شفتي وحضرتي مطشاط للوداد والرجاء بالتأكيد في ملعب محمد الخامس كتير جدا طبعا والحقيقة من أقوى الأندال إفريقيا وكان فيه دوته حلوة في أفريقيا اللي فاتت طبعا سواء الزمالك مع الرجاء أو الأهلي مع الوداد وحلوة قوين العلاقات الطيبة دي تفضل على طول بين الأندال إفريقية بشكل عام والعربية طبعا اشتركوا في القناة